اشتركوا في القناة عبدالله من ركنية رائعة من احمد اشرف الهدف الثاني ايضا نفس اللاعب اسلام عبدالله في ديئة تمنتاشر من تزديدة من خارج التمنتاشر والهدف الثالث نفس الهدف الاول عن طريق اسلام عبدالله ليضيف الهدف الثالث الناد لالي والثالث له شخصيا الهدف الرابع عن طريق المتقلق سمير محمد والسست رائع من ميدو نبيل في الشوط الثاني في الديئة التانية في الوقت بدل الضائع يضيف الهدف الخامس محمد واقل يكتفي الاهلي بخماسية رائعة في ملاعب الناد الاهلي في مدينة نصر امام برمز نروح لملعب المباراة مع نزمننا فاروق صلاح ولقاءاتنا بعد المباراة تحياتي لك يا فاروق تحيات كابتن محمد حشيش تحيات دكتور احمد ثابت مبروك لشباب الاهلي اداء اكثر من رائع وايضا كمان نتيجة رائعة بخماسية امام برمز من جديد بجد التحية بيك كابتن اسامة والكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت وبكل مشاهدينا مشاهدي قناة الناد الاهلي في كل مكان مليون مبروك لكل جماهير للناد الاهلي انا معايا بعتبره نجم المباراة لانه تولى المهمة في ظروف صعبة جدا كانت التحديات صعبة لكن هو دايما ان ده قدر ابناء الناد الاهلي الكابتن احمد عبدالزاهر المدير الفني الفريق للناد الاهلي اللي بيقود النهاردة الفريق الناد للفوز على فريق برمز بخمس اداف واعتلاق صدارة البطولة كابتن احمد ده برحب بيك على شاشة قناة الناد الاهلي تحيات الكابتن اسامة حسني كابتن حشيش دكتور احمد ثابت مليون مبروك على الفوز النهاردة وعلى الاداء والنتيجة الكبيرة على فريق برمز حبيب يا فارق متشكر وتحياتي طبعا لكابتن اسامة وضيوفه وكابتن حشيش ودكتور احمد الحمد لله طبعا الولاد عمروا مطش كويس النهاردة أداء كويس ونتيجة كمان كبيرة وكويسة فرد برمز فرقة محترمة وفرقة منظمة وليهم شكل أن احنا نكسب بالأداء ده وبالشكل ده ده حاجة كويسة وهو بس كلامي للولاد إنهما لو كل مطش بيعملوا نفس الشغل ده وبنفس الأداء وبنفس الروح محدش هيوفوا قدامكم احنا نعتبر أحسن لعيبة في مصر أحسن تنظيم في مصر أحسن إدارة في مصر المفروض كل ده يبان في الملعب لكن طبعا تعرف السن ده بيبقى دايما في حاجات شغلة باله كتير مستقبله والفترة اللي جاية اللي داخل عليها هتبقى وغد تبكير كتير منه ده بيأثر شوية على أداءه أو أحيانا بيبقى مركز وأحيانا تانيا بيبقاش مركز بس ده الحمد لله يعني النهاردة الولاد كانوا عندوا حسن الظن وقدوا أداء كويس ونتيجة كويسة الحمد لله ليه رتم الأداء أو نتيجة قلت في الشوت الثاني شوفنا الشوت الأولاني شوت نموذج من لعب اللي داهلي أهضرنا أكثر من فرصة هدف حقاها أربع هدف شوت الثاني هدف وحيد يعني نتيجة الشوت الأول طمينة لعبة أكتر كابتن أحمد ده عن سولة اللقاء أكيد طبعا يعني أربع سفر الشوت الأولاني الدنيا بتريح منك شوية زي دنيا إحنا كنا وقفين الهوى الشوت الأولاني الهوى بيفرق برضه في المنشط ضغطنا عليهم وقدرنا نحرز الأربع أهداف الشوت الثاني هم الهوى معهم وهم حاولوا يضغطوا شوية نحن كنا وقفين كويس ومنظمين وبنطلع بالكرة كويس من تحت وبنعمل المرتدة كويس فالحمد لله ربنا كرمنا في الشوت الثاني كمان وقدرنا نجيب الخامس أخيرا تدام بتقولهم ايه والمرحلة دي والسن ده سن صعب جدا خلاص اخر سنة تعتبر اللعبة ما بين ان ايه اخر سنة او اخي او لا اللعب يفكر في مستقبله وتحضيرك النفس اللعبة دي خلال المبارب بعمل ازاي كتره يعني انا كلامي يليم كله ان يسيبوا الأمور على ربنا كل واحد يعمل اللي عليه ويتعب ويخلص يعني اللي بيتعب في شغله عموما يعني ربنا بيجزيه فما يشيلوش هم حاجة او يشيلو هم بالمرحلة اللي جاية على قد تعبك وعلى قد تركيزك وعلى قد اخلاصك في المرحلة اللي انت فيها دي ربنا هيكرمك ان شاء الله سواء في فريق اول او في فريق كويس فان شاء الله يعني نشوفهم اريد مع الفريق الاول يكونو اضافة لولاد النادي الاهلي في الفريق الاول ان شاء الله أتوقع الكابتن احمد عايز واجه لك سؤال فاضل يا كابتن احمد اولا بارك لكابتن احمد عبدالزار النهارده يعني اداء اكثر من رائع طوال تسعين ديها من لعيب الناد الأهلي استحواز فرص كمان خماسية رائعة وبرضو حتة إن احنا موجودين معا قناة الأهلي واستاد الأشبال وبنزيع المباراة على هوا مباشرة دي أثارها برضو على اللاعب لو اللعيب برضو يعني النهاردة أنا حسب المعلومات اللي عندي النهاردة الإدارة الفنية في الفريق الأول بيتفرجوا على اللعيب النهاردة بيتابعوا المباراة كمان يعني حتة نفسية لللعيب إن الجهاز الفني بيتابع المباراة وحتة تسوئية لللعبين أصارها على اللعبين والإعداد النفس لكابتن أحمد عدزار من الناحية دي لللعيبة برضو كابتن نسامة بيبارك لك على المباراة بيبارك لك على الأداء على الاستحواز على النتيجة على الأمور الفنية اللي تمت في المباراة لكن بيسألك يعني شايف إن تواجد كاميرا قناة الأهلي إنها بتصور الحدث أو اثنين المباراة مباشرة على هوا مباشرة الفريق الأول بيتابع بيتفرج كارلوس المطور ومكتشف المواب في الفريق بيبقى موجود دائما في التدريبات أصر دعا للعيبة إزاي بيبقى تجهيز للعيبة وأيضا نحية تسوقها للعيبة شايف الأمور دي إزاي كابتن أحمد وما فيش شك طبعا ده بيدي حافز كبير جدا للولاد مصر كلها تقريبا بتتابع القناة وبتشوف المطشط فبيتسوقوا نفسهم يعني أنت بتعرض نفسك وبتعرض الإمكانياتك الناس بتتكلم عنك سواء بقى اللي بتظهر به سواء ظهرت كويس الناس بتتكلم كويس ظهرت مش قوي فالكلام بيبقى سلبي شوية فده سوق أنت بتعرض بضاعتك في السوق دو وعلى قد بقى حسن عرضك للبضاعة بيجي لك المشتري فإن شاء الله ربنا يكريمهم وده طبعا حافز يعني النهاردة حتى فارق معهم جدا أنه من القناة جد بيقدوا بروح عليها وبتنظيمه وكتال من أول دي على آخر دي وده اللي احنا مستنينه منهم دايما إن شاء الله كابتن أحمد والتوفيف إن شاء الله في المغارات اللي جاء وانتوقع بالبطولة بإذن الله إن شاء الله حبيب يا كابتن فارو تحياتي لكابتن أسامة وكله ديوفو كابتن أسامة دا كان اللي قال مع كابتن أحمد عبدالظاهر لكن مستمرين معاك واحد من اللعيبة اللي دايما بنقول عليه مستقبل لخطة فعل النادي الأهلي وهو موجود معايا خليين أقولك آه هو فترة من الفترات كان ما أثر في حق نفسه حق الإمكانيات اللي عنده لكن أعتقد الفترة اللي فاتت فترة مهمة جدا بالنسبة لعبد الرحمن رجدان لعب المباراة والدية مع الفريق الأول فترة الأخيرة والنهاردة بيلعب مباراة كبيرة رجدان خليني أرحب بك على شاشة تقناتنا للأهلي تحياتي لكابتن أسامة كابتن حشيش الكابتن والدكتور أحمد سابت رجدان خليني أبريك لك على أدائك النهاردة وعلى المباراة ونبنى عليها للي جاية رجدان حبيبه فاروط أسلم تحياتي طبعا لكابتن أسامة والديوف الحلة الحمد لله على المكسب وعلى أداء قدنا بشكل كويس كنا وقدين تحفيز جامد المطش ده لأن المطش اللي فات كنا مؤثرين جامد والحمد لله عملنا مجهود عالي وربنا أدانا على قد مجهودنا رجدان واحد من العيبة للجميع والجماهير المستانية منه كتير لكن أنا بقولها بصراحة يا رجدان رجدان مؤثر في حق نفسه أثر فترة في حق نفسه لكن رجدان راجع بفرما راجع أنه يكون واحد من العناصر المهمة جدا تكون في فريق النادي الأهل هو والله الواحد مؤثرش بس هو طبعا بعد فترة المنتخب أنت كنت بتلعب أم أفريقيا كل الناس هنا عليك وفي نفس الوقت أنت أخسرت بطولة كبيرة دي خلت الواحد يمكن كان زعلان على نفسه شوية ما أقصرش ودي اللي نزلت من مستوى شوية لكن الحمد لله أنا بقى لي فترة زي ما أنا يعني كويس ومستمر مع الفريق 2003 من ضبط في التمارين في المطشات والحمد لله بقيت بشكل كويس ومستنى في فرصة يعني في قرب وقت وأنا هقدي فيها إن شاء الله عبد الرحمن يعني أخيرا رسالة توجه الجماهير للنادي الأهلي والناس اللي مستنيها منك كتير أن تكون واحد من الإضافات اللي يكون موجودة مع الفريق الأول طبعا أنا بشكر كل الجمهور اللي في ظهري يعني أنا بشوف الناس كتير أوه في ظهري على السوشيال ميديا بتابع كده في بعض الأوقات وبقول لهم وبقى جاء رسالة الجمهوري نادي الأهلي وكل الناس المسؤولين في نادي الأهلي اللي أنا إن شاء الله هكون الفترة الجاية حاجة وعيسة جدا في نادي الأهلي وانتظورين إن شاء الله في الفريق الأول ومنتخب مصر الأول كمان شكرا جانب بالتوفيف اللي جاي بازني كابتن أسامة ده كان جانب من لقاءاتنا مع لعاب النادي الأهلي والكابتن أحمد عبد الزهر يكون مستمرين معاك طبعا في لقاءاتنا من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أسامة حسن بنشكرك فاروق شكرا جزيلا متألق كالعادة كابتن حشيش هدوء عند الكابتن أحمد عبد الزهر بعد تولي الكيادة الفنية بعد الكابتن محمد شرف ورحيله بشكل كويس وحتى بيشتغل على الجانب النفس للعيب هو شخصية هادية أنا عشرته من خلال منتخب القيارة اللي بيسافر البطولة الدولية في اليابان كماسك الفريس سنة اللي فاتت شخصية متأزنة هادي وده مطلوب وثق في نفسه وده مطلوب في المدرب لأن ده بنعكس على شخصية اللعيبة الحاجة بس اللي أنا عايز أقولها عن الشوط التاني إن أنا كنت محتاج بين الشوطين يبقى فيه تحفيز كبير من الكابتن أحمد لأنه كانت مهمة صعبة أو فرقة كازبانة أربعة صفر الشوط الأولاني في السن الصغير ده يعني غصبا عنهم ممكن يراحوا شوية طمينوا عن نتيجة أهداف كتير قوي فكان لازم يعني أنا لو مدرب أو مدير فن مش هتكلم في الكرة كتير أكتر ما هتكلم في الدوافع للشوط التاني أزود لأن هي دي قفة في الكرة المصرية عموما يعني يعني بتشوف بره مثلا الفرق بتكسب الشوط الأولاني والغاية آخر ديها فالمط الشوط التاني يا أحمد صح عايزين يحرزوا أهداف ولو أربعة يبقى خمسة أو ستة على قد ما يقدروا يعني فالنهار ده كان نفسي يبقى الشوط التاني كده إنما طبعا هو هدف واحد بتاعس كتير هذه نتيجة تعليم صراحة لأن جوان حالي وقت لك احنا الهدف الخامس جه في الديئة التانية في الديئة التانية في الديئة الضائف يلعب الاسبرينت الكبير ده وروح يجيب هدف فدي حاجة برضو تطمن على الديئة البدنية بتاعة الفرقة وإن الفرقة برضو إيه يعني حاولت على الجون وضيعها برضو أكتر من فرصة لحياة الشوط التاني سأنا كان نفسي نزود الهدف طمع شوية دكتور سامت عشان بيقولي يا عزيزين روح لفاصل السريع النهاردة مع المباراة زي ما كسبنا لعيب هنتكلم عنها دلوقتي برضو كسبنا مدير فن أن الاستثمار الصحيح بيبدأ من قطاعات النشئين حي ولخص المباراة استثمار الصحيح بيبدأ من قطاعات النشئين النهاردة يعني إيه عايز تتعلم الإدارة اتعلم من النادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي ماشي بطريق ممتاز هو اللي عنده قطاع نشئين اللي داخل كمان واللي جاي في الصورة بشكل كويس زد زد لما بدأوا يستثمره استثمره بشكل كويس في قطاعات النشئين أنا وجهة نظري برامدز بدأ غلط. برامدز بدأ من الفريق الاول. بنبص النهاردة على مستوى الفريق عنده. ومستمر. يعني انت بتبطيب عقس قاعدة الهارة. اه بتبطيب من فوق. لازم قطاعات النشئين بتاعتك. ده اللي بنتكلم فيه الاستثمار بنشجع الاستثمار كلنا. الاستثمار حاجة مهمة. ولكن لازم لما تبدأ تستثمر تبدأ صح. قطاعات النشئين بتاعتك فين? بص الفرق ما بين فرقة النادي الاهلي وما بين فرق ما بين النادي برامدز. فرق كبير قوي. المطش ده كان ممكن يخلص عشرة. اه. مستريح. ما بين النادي الاهلي وبرامدز. انا هكمل الكلام ده بس بعد اسامة ما اطلع فاصل. انا عايز اقوله ده. انا هسلكوا عشان اطلع فاصل. يعني ملخص الكلام اللي عايز اقوله الكابتن حشيش الدكتور سابت. لو عايز تعمل قاعدة صح. اه. يكون فيها ولاء وانتماء وطموح. لازم تبازع النادي الاهلي. واستثمار. واستثمار ابتديها من قاعدة الناشين. نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل. هنستكمل مع حضراتكم التحليل الفني لمباراة اليوم. اللي انتهت بخماسية. الاهلي امام برامدز. ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح سريعا لملعب المباراة. ومعنا زمننا فروس صلاح. ولقاءاتنا بعد المباراة. فضل فاروق. من جديد ابع جادة. اتحايا بيك يا كابتن اسامة. والكابتن حشيش. والدكتور احمد ثابت. وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان. واحد من النجوم في الفترة الاخيرة. فريق النادي الاهلي. ومن العناصر المهمة. ولعيب جوكر. في اي مكان في الملعب بتحتاجه بيكون موجود. لعب من اللعيبة اللي بيدي لك المرونة التكتكية في الملعب بالنسبة للاجازة الفنية. سواء اللي كانت موجودة قبل كده. او الكابتن احمد عبد الظاهر. واحد من المستقبل للنادي الاهلي محمد واقل. واقل صاحب الهدف الخامس. واقل براحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي. ببرك لك النهاردة على ادائك. ببرك لك على الهدف. ببرك لكم كفريق على الشكل اللي ظهرته بي. وفوز على فريق بيرامز بخمس اهدف. حبيب يا رؤى. الحمد لله. احب اشكرك على المؤديمة الجميلة اللي انت قدمتها لي. واحب اوجه اتحايا لكابتن اسامة والاستوديو التحليل كله. طبعا الحمد لله احنا تعبنا وشغلين من اول موسم مع كابتن شرف. بنشكره طبعا قدينا فترة معا كويسة. ويمكن هو ربنا قرموا في حتة تانية وكمل معنا كابتن احمد ما حسناش بفرق. تعبنا من اول موسم شغلين شغلين على الهدف واحد. ان احنا ان شاء الله ناخد البطولة وان شاء الله بنكلله في الملعب. والنهاردة ماتش بيرامز من اول دقيقة عايزين واللعابة كلها رجالة وكل واحد بيعمل اللي عليه. وده اللي احنا متفكين عليه. احنا خلاص اعتبر من اهم السنين. اه سنة تفرق معنا جدا في مستقبلنا في الكورة. وعايزين ندعم الفريق الاول. والحمد لله اعملنا مباركو يا يسا وربنا قرمنا بخمس اهداف. والحمد لله عجوم. واعتقد ان الجهاز الفني الفريق الاول بيتفرج عليكم. بيتابعوا كل لعيب فيكم. بيه تدريبات او مباراة ودهما بينكم ما بين الفريق الاول. ده اكبر حافز ليكم خلال هذا الموسم. ازاي تقدروا تستغلوا ده. ازاي ده يكون دفع كبير جدا ليكم خلال هذا الموسم. حاكيد طبعا هو ده الهدف دفع كبير جدا. احنا حاسين بالمتابعة. مستر كارلوس بيجي بص علينا. وكلام كتير مع انا كابتن شاوي وكابتن وليد. كل شوية يكلمونا. على اللي ان شاء الله احنا عايزين ندعم الدرغة الاولى وكل فترة بنطلع وبنعمل فوق التمرينات ومتشات ودية. طبعا دي حاجة كويسة لازم نعمل اللي علينا ما نطلع فوق ونزهر بصورة كويسة. عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا وندعم الدرغة الاولى. وده مستقبلنا ان شاء الله كلنا هدفنا ان احنا نطلع الدرغة الاولى بإذن الله في النادي الاهلي. ونكمل مع الفريق وان شاء الله نجيب بطولات ونسعد الجمهور كله ان شاء الله. واقل دور كبير جدا لقطاع النشاقين في النادي الاهلي. ممثل في كابتن وليد سليمان كابتن محمد شاوي كابتن بدر رجب. مفيش اي شيء بتحتاجوه بالمسؤولين بيوفروا انكم تكون موجودين مع الفريق الاول بيسهلوا هذي الامور. اعتقد دور كبير جدا ليهم وانتو لمسين هذا الدور يا واقل. طبعا طبعا جدا والله العظيم والكلام معانا كتير كابتن شاوي وكابتن وليد وكابتن بدر على طول دعم واي حاجة اوكسن بالله نحتاجها موجودة الحمد لله وبيوفرها لنا في اسرع وقت. ولازم احنا نبقى رجالة في الملعب عشان نساعدونا في الكلام دوات وان شاء الله يطبقونا ان احنا نبقى في الدرجة الاولى ونطلع فوق على طول ان شاء الله. واقل بيحب مين من لعاب النادي الاهلي ومين بسألوا على واقل. والله اللعبة كلها بس يمكن الفترة الاخيرة اللي انا بقى لعب ما كانوا يعني كابتن اكرم طوفيه. حبيبي ان شاء الله اكون موجود معاك في الدرجة الاولى. شكورة كوائل ونتمنى له التوفيق. مستمرين معك كابتن اسامة. واحد من اللعبة اللي انا عارف على المستوى الشخص ان انت يعني عارف امكانياته وبتعزه جدا. واحد من اللعبة اللي دائما بنقول عليها يعني صمام امان في خطة فهل نادي الاهلي. لعب ابراهيم عبدالحكيم. ابراهيم برحب بك على شاشة تقونات النادي الاهلي. دائما الكابتن اسامة يسألني عليك. كابتن اسامة يقول لي ابراهيم واحد من اللعبة المهمة جدا المميزة. تحياتك كابتن اسامة. كابتن محمد حشيش ودكتور احمد سابت. ومليوم مبروك النهار ده على الاداة براهيم. الله يبارك فيك فاروق. اول حاجة برحب طبعا من كابتن اسامة وديوف ودكتور سابت وكابتن حشيش. اول حاجة يعني الحمد لله كرم من ربنا كرم كبير اوي نتيجة كبيرة على فرقة محترمة. نادي برامج دي طبعا فرقة منظمة وفرقة كويسة. بس الحمد لله فرقنا من بدري ودوسنا ومتكلمين وكابتن عبد الزهر والجهاز كله. متكلمين قبل موتش لازم يبقى الاداء. يعني اللي يجي عندنا في ملعبنا ما يطلعش. ما يطلعش اللي هو خسران. واحنا لازم نكسب على طول اي فرقة جنة. وطبعا الكلام مع كابتن شوقي وكابتن وليد على طول بيحمسونا وعلى طول بيتكلموا معانا. الحمد لله يعني كرم من ربنا النهار ده. الحمد الله. ابراهيم بالنسبة لك قلب ادفاع تغيير الطريقة اربعة وراء او تلاتة اربعة اتنين اتنين. اعتقد دي بتدي لك مرونة افضل اللعيب اللي يقدر يلعب في اكتر من طريقة اكتر من شكلة. بيبقى لعب مميز جدا. وده عهدنا دائما باللعيب اللي بيلعب بقميس النادلاج. طبعا الطرق تلاتة اربعة وراء انا من نسبة لي يعني كمدافع. انا ما بتفرقش كتير من نسبة لي. اهم حاجة انا عندي يعني ما يدخلش. ما يدخلش فيها حاجة ودافع وتبقى في رجولة. انا في الثلاثة العب بقى في النص العب يمين العب شمال الحمد الله يعني شغال في الخط كله. وفاربعة برضو نفس الكلام. الخطة يمكن بنعب من السنة اللي فاتت بها تلاتة اربعة تلاتة تلاتة خمسة اتنين. كل واحد الحمد لله يعني. وبنقدر نحافظ يمكن اقوى الخطة تفاعل الحمد لله في الدوري. ونفضل مكملين ان شاء الله زي ما احنا عشان نقدر ناخد البطولة ان شاء الله. شكورك ابراهيم ومستنين منك كتير. ان شاء الله تكون اضافة قوى جدا في الفريق الشباب. وتكون اضافة بإذن الله خلال الفترة اللي جاء في فريق الاو. ان شاء الله. ان شاء الله يعني مستنين فرصة تأسيمة ايا كان. لما بنطلع نسبة وجودنا. والحمد لله مستر كارلوس. او كل الناس اللي فوق يعني عارفانا. وان شاء الله. ان شاء الله نحط رجلينة. انا عايز استغل بقى بردك ابراهيم. ويعني من خلال قناة النادي العالي بتمنى الشفاء لولدك. لان نعارف ان والدك عمل 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 عملية صعبة جدا. في كل المباريات كان بيبقى موجود دايما معاك في كل المباريات. خلينا ان احنا نتمنى له الشفاء. وانت عايز تقول له اي يعني. يعني انا عارف انه عمل عمل عملية صعبة جدا. لكن خالص يعني التميناتنا بالشفاء لي خلال الفترة القادمة بإذن الله. يعني والله هو اي كلام مش هوافله حقه. على طول يعني مثلا من 13 سنة انا في النادي. هو ما سبنيش لحظة. على طول في ظهري. هو طبعا والدتي واخواتي والاهل كلهم يعني. فيعني اول حاجة ربنا يشفيه وان شاء الله يقوم بالسلامة منها. ويرجع تاني يسندنا في ظهرنا وزي ما كان معانا ان شاء الله. ابراهيم وبإذن الله يرجع بقى الف السلام. شكرا شكرا. كابتن اسامة مستمرين معاك في لقاتنا طبعا ابراهيم عبد حكيم والده يعني عمل عملية خلال الفترة الأخيرة عملية صعبة جدا. بنتمنى له الشفاء. كان دايما معا ابراهيم في كل التدريبات في كل المباريات. عايز اروح لواحد من نجوم المباراة. اللعب اسلام عبدالله واحد من اللعيب الجواكر. بالنسبة للنادي الآلي جوكر في اي مكان بتحتاجه بيكون موجود. اسلام مبروك الهدفين. خليني برك لك. تلاتة كمان. هاترك النهاردة الاسلام. اسلام ببرك لك على الأداء. ببرك لك على الهاترك النهاردة. ببرك لك على الفوز الكبير على فريق برامة زي نهاردة. الله والأول الحمد لله دايما. يعني الحمد لله. ده أول حاجة. واهلا بكابتن نقسام حسني. والنجوم اللي معاه طبعا. الحمد لله. والنهاردة يعني مش مش أنا بس بصراحة اللي اعتبر نجم المطش. لا ده لعيبة كلها. وجهز قبلنا. لعيبة مركزة. ودخلين في المطش من بعد مطش القناة. لازم نكسع والمطشين الجين دول أهم مطشين. دول اللي ركّونا اول بفرق ان شاء الله. والنهاردة لعيبة خد نركزها. وكلنا رجالة. وقد المسؤولية الحمد لله. كابتن رحمد عبزر قال لكم ايه قبل المباراة قال لكم ايه بين الشوطين. نشوف نشوط اول نموذج الشوط التاني. اداء تطميمتوا نتيجة الشوط الاول. فالنسبة لكم كانت خلاص المباراة. خلصت في الشوط الاول. كابتن رحمد عبزر قال لكم ايه ما بين الشوطين وقال لكم قبل المباراة لا طبعاً هو قبل المباراة ونتكلم معنا على أهمية المطش وما ينفعش أن نحن كل كان مطش نكسب مثلاً 3-4 مطشات ونقع مطش ده ده مش النادي الأهلي وبعدين نحن دلوقتي الحمد لله متأجل لنا مطش فالمطش الجاي فرق معنا جامد لو نكسب ونكون أول فرق إن شاء الله فكابتان أحمد متكلم معنا على أهمية المطش ده ويدينا حافظ المطش الجاي نحن رايحين الزمالك في الزمالك فإن شاء الله ربنا قرمنا آخر قرم إن شاء الله ربنا يكرمنا المطش الجاي ونكون رايحين واسكين زي المطش النهاردة ونكون رجالة كابتان أحمد تتكلم معنا بين الشوتين المطش لسه مخلص يعني أربعة مش نتيجة كبيرة عشان نرتاح وكده لازم ننزل زي الشوت الأول ننزل مركزين كأن المطش صفر وصفر ما فيش حاجة بعيدة في الكرة دايما الكرة بترجعك في لحظة وبتبعدك في لحظة فتكلم معنا على أهمية المطش أهم الشوت الثاني أهم من الشوت الأول بصراحة كابتان أحمد عمل معنا يعني عمل معنا شغل جامد سلام أخيرا الفري الأول والدرجة الأول لو أنت حمل اللعبة اللي بتبقى موجودة في التدريبات موجودة في المبارات الودية أكبر حافز لك إنك بتلعب وانت متشاف من الفري الأول أعتقد دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لكم والله والحمد لله لما الواحد بطلع سواء تمارين سواء مطشات وودية الواحد ربنا بيكرمه فوقه بيكون كويس ومستر كولر وكارلوس ومستر كولر برضو يتكلم معنا في التأسيمات بشكل كويس يعني الحمد لله الواحد فوقه لما بيطلع بيسيب بصمة كويسة ودي حاجة كويسة وربنا يكرم إن شاء الله محتاجين أي فرصة قريب الواحد يزبط ووده إن شاء الله شكرك يا إسلام وبرك لك على الهاترك وبرك لك على مبارا من دارت حبيب يا فاروت إسلام كابتن أسامة دي كانت تغطيتنا للقاء الأهل وبرامدز في الجولة الثالثة عشر لبطولة الجمهورية فوز غالي الفريق النادي آلي بخمس أهداف نظيفة على فريق بيرامدز ولكن الأسبوع القادم يوم الأحد مباراة القمة الأهل والزمالك هناك على فيه متعقب على ملعب نادي الزمالك نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي آلي واعتلاءه لصدارة البطولة بإذن الله من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أسامة حسن بنشكر زميلنا فاروق صلاح على دي اللقاءات والتغطية المميزة كابتن حشيش كنا بنتكلم في أمر مهم جدا قبل اللقاءات زميلنا فاروق صلاح علشان تبني لاعب عنده انتماء عنده ولاء عنده طموح لازم تبتديها من تحت ضربنا المثل بالنادي الأهلي عنده قاعدة ناشئين عنده على مدار تاريخه مدار تاريخه لعيبة بأجيال مختلفة خرجت مقطع الناشئة فدايماً بيكون هنا الانتماء الولاء الطموح عندها أخرى دايماً بتبص على الفرق الأولى والدرجة الأولى وببص من أخر الهرم مع أنه لازم دايماً القاعدة تبقى سليمة عشان القاعدة يبقى فيها يعني بناء صحيح وفيها استنمارية يعني هو في البداية طبعاً مش عايزين نقارن النادي الأهلي بأي حد بصراحة في العتة دي لأنه أكبر شعبية وجمارية وتاريخ كبير جداً جداً وقطاع ناشئين خرج أجيال زي ما قلت للنادي الأهلي وامتخب مصر وجميع المنتخبات الحية يعني في كرة القدم وفي ألعاب كتيرة كل الألعاب كل الألعاب يعني وصاحب بطولات يعني حد سؤال حرج النبا بالنسبة للأندال لملاش جمهور اللي لسه تاريخة يمكن سنتين تلاتة أربعة عشان تخلق انتماء وده يمكن اللي ناقص الفرق دي على مستوى الفرق الكبيرة أن هما كلهم جايين من أندية تانية كل واحد كان جاي من انتماء معين يعني فعشان تعمل الكلام ده لازم بمرور الوقت الأجيال تبدأ من البراعم تبتدي تعمل قطاع للبراعم والناشئين كويس قوي قوي تبتدي تحبب بقى الولد الصغير ده وخليه انتمي للنادي اللي هيلعب فيه كذلك برضو الأسر الأسر اللعيبة دي كلها تنتمي عشان خاطر النادي والنادي أولادهم بس الأهم بقى أنت في قطاع الناشئين بالنسبة للولد لما يوصل لمرحلة قبل الدرغة الأولى يحس أنه عنده أمل أنه يطلع يلعب في الفرقة الكبيرة مش بس فترة ناشئين أو براعم وحيمشي لأنه هما بيعتمدوا في المقام الأول على أنه هما فيه امكانيات اشتري من بره واللعيبة دي بتموت كذلك برضو نتيجة لعدم الضغط الجماهيري وما فيهش جمهور بصراحة يعني بيبقى فيه مجملات كثيرة جدا في اختيار اللعيبة وفي اختيار الأجهزة وأنا بتكلم الكلام ده عن يعني معلومات ورؤية وكده يعني فيعني بنصحهم يعملوا زي مثلا زي محمد قال من شوية مثلا نادي زد نادي زد لما فكر ابتدى من أول السطر من أول خطر أول حاجة جاب مدير فني اللي قطاع الناشئين على مستوى عليه وعنده خبرات زكافة نعلاق نبيل ابتدى بالبرائم ابتدوا يدققوا جدا بدأ يتعرف من خلال قطاع الناشئين مش الدرجة الأولى طبعا فلوه باع كبير جدا جدا فيه قطاعات الناشئين والبرائم من أيام ما كان في المقولين العرب وعمل طفرة هناك في المقولين العرب ابتدوا من الصفر يا أحمد من البداية خالص اهتموا كمان بالاختيارات اللعيبة ما بياخدوش أي حد ييجي بس مجرد أنهم لا هو عايز ينطقي كويس قوي لعيبة صحة قوي جاب لهم أجهزة وخبرة من بره وملاعب حلوة جدا أنا ببص للمستقبل ببص للمستقبل واللي بان كمان أن هما يعني في خلال عشان هما فكر منظم ومعظم صحاب النادي لعيبة كرة برضو في المجال وفاهمين وعندهم إمكانات كويسة شفنا فرقة زد النهاردة أول سنة أولى دوري ممتاز ماشية كويس قوي في أندية المقدمة فأنا بتكلم بقى على الفرقة التانية وعلى سبيل المثال طبعا برامز اللي شفنا النهاردة ما يكون نادي في الدوري الممتاز وقطع الناشئين أو الفرقة اللي هي تحت الدرجة الأولى على طول بتتغلب خمسة مع الرقفة فده انظار يعني يريد بس الاهتمام بفتع الناشئين ويفكروا في كلام ده دكتور سابت عايزة أروح أتكلم عن اللعبة بالتفصيل النهاردة مصطفى مخلوف نبتدع من حراسة المرمى مصطفى مخلوف واحد من الحراس الواعدين الصاعدين هنقول برضو النادي الأهل جابه من حوالي أربع سنين ولد صغير ضموا لقطع الناشئين دلوقتي ماشاء الله موجود أوف الدرجة ولوه لسه ملعبش مرايطة رسمية لكن بتتكلم إنك أنت عندك في مركز حراسة المرمى للمستقبل شاف أداء مصطفى مخلوف النهاردة إزاي أداءه ثقته في الملعب بيبدأ الهجمة من تحت شفت أداء مصطفى مخلوف إزاي النهاردة مصطفى مخلوف طبعا حارس واحد بشكل ممتاز مخرجنا محمد دا كنه كمان جايب يعني أبرز لطات مصطفى مخلوف مصطفى مخلوف النهاردة الشطي التاني ظهر بشكل أكتر آه شال كزا كورة يعني الكرة اللي فاتت دي شالها بشكل كويس جدا اللي هي شالها من تحت العرضة دي برضو هتحس انه عنده شخصية النادي الأهلي بيطلع بشكل كويس بصراحة في مواصفات حارس المرمى طويل عنده رد فعل كويس عنده شخصية اللي بيتعامل مع العرضيات بشكل كويس تحضير الهجمة برجله بيبني الهجمة من تحت بشكل كويس بص الكرة دي برضو دي يعني تعامله وعنده هدوء وثبات والتزان في الطايمينج التوقيت بتاعه والمكان بيطلع بشكل كويس عنده يعني الضربة دي اللي هي بيعملها مرة واحدة بشكل كويس برضو البوكس بيعملها بشكل كويس بس خلينا أقول لحدك برضو ان انت النهاردة عندك أربع حراس ممتازين في النادي الأهلي محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء مصطفى مخلوف لو لا اللي عجبني في ده كله ولادي نادي الأهلي من شريجي مدرسة في النادي الأهلي كلهم الاربع فدي النهاردة انت لو واحد غاب فوق هتلاقي الحرس التالت ده أول واحد مصطفى مكلوف يحسب برضو ان هو بيشارك بيبقى موجود في فورمة المتشاط عشان لو انت احتاجته في الفريق الأول في أي وقت يبقى موجود لان دايما الفريق الفريق الكبيرة بتحتاج أربع حراس لو حرس اتصاب حرس غاب حرس مش موجود يبقى الحرس الرابع بس انه يا رسامي قال كلمة كويس قوي ان دول كلهم من لعبة النادي الأهلي خرجين قطاع الناشئين في النادي الأهلي والبراعن بدائما مش ناوي تأييد لكلام اللي أنا قلته من شوية بيرامز جايبين اتنين قفارقة بيلعبوا مع الفين وثلاثة مغلوبين خمسة مرضو بصراحة يعني دي الميزة بقى في قطاعات الناشئين اللي انتماء بس لعبة النادي الأهلي النهاردة وسامي من أول دقيقة الروح الروح والقتال انه هو عايز يكسب يكسب فدي مش هتيجي من فراغ ده انتماء ولا وتعليم من النادي الأهلي خط الظهر يا كابتن حشيش عبد الرحمن رجدان إبراهيم عبد الحكيم إسلام عبدال التلاتة قدوا مباراة عالية أداء مميز في تفاهم في تربط ما بينهم من نهاردة ما شفناش خطورة على مرمى النادي الأهلي خالص زي ما بقولك يعني انه هم حدوا من خطورة بيرامدز ما شفناش هجمات خطر إلا يعني كور بتسدد من بعيد من بره 18 ودي ممكن لأي فرقة ممكن تعملها آه إنما التحامات كور المشتركة كور العالية كمان في تفاهم مع مصطفى مخلوف إنه طبعا ما بلعبش معهم بلعب مع الدرجة أو اتمرأ ينزل يلعب معهم بقى فيه تفاهم وتناغم فدي برضو حاجة كويسة كمان في مساكها الداف نهاردة اكتشاف لما اكتشاف لما السكت لف النهار هدل إحنا هؤلنا عليه ده هو ممكن يكسفنا إحنا بقى المدافعين إنه نحن يعني مدافع بيجيب ثلاث تجوان دي صعب ده يعني دكتور سابت خط الوسط أحمد أشرف أحمد طعيمة محمد وال خلينا الأول في الظاهرين أحمد أشرف ومحمد وال كان عندهم حرية النهاردة للانطلاق طريقة لعب الكابتين أحمد عبدالزار بتلاتة وراء قدت حرية لأحمد أشرف ومحمد وال للزيادة والتكملة والتزديد وشوفنا محمد وال بيحرز الهدف الخامس في الثاني الأخيرة بصمة المدرب أحمد عبدالزار واضحة في طريقة اللعبة تلاتة خمسة اتنين وكمان توظيفهم يعني أحمد أشرف الباكليفت ده كان السنة اللي فاتت بيلعب جناح وكان من هدفين الفرقة دي السنة دي وظفوا ظهير جناح يعني بيلعب بتلاتة وراء والزاهرين احنا قلنا حتى قبل الماتش في الستوديو هنا قلنا إيه أن أساس نجاح الطريقة دي تقدم الزاهرين النهاردة الزاهرين هم نجوم الماتش طبعا مع إسلام عبدالله بس نجوم الماتش تحدينا للزاهرين النهاردة أحمد أشرف بيصنع جنين بيصنع جنين ومحمد وقيل بيسجل جن دايما ميكملين لآخر الخط محمد وقيل لو جبت الجن الخامس يا سيد محمد هيجيبه كل هدف اتباعنا هنحلل الأهداف هدف هدف الجن الخامس تحديدا تكملة دا باكرايت اللي بيزيد بالشكل دا 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 ظهير أيمن لما تلاقيه جوه منطقة التمنتاشر بالشكل دا وراح انفراد كمان في كرة قبلها ضيعها راح فيها انفراد نفس اللعبة لمحمد وقيل الباكرايت فمحمد وقيل النهاردة بشوفه مكسب بصراحة مستوى ممتاز النهاردة واحمد أشرف اللعيب الحريف اللي عنده شخصية النادي الأهلي اللي بيقول لنا انا عندي كمان باك شمال ثالث غير معلول وكريم الدبيس انا كمان جاي احمد أشرف غير محمد أشرف المعار وغير محمد شكري المعار الطريقة دي كمان يا احمد دا وسامة الطريقة دي كمان التلاتة خمسة دي يعني بتدي أفضلية في الناحية الدفعية برضو شوية انها بتلعب خمسة في نص الملعب باكين بنزله في النص الملعب بتملى نص الملعب فبتقدر تحتوز تستحوز على الكرة تانية بالتحديد تأكيداً لكلام حضرتك النادي الأهلي أقوى خط تدفاع في الدوري بالأرقام حتى كمانا جدوى للدوري هتلاقي النادي الأهلي مستقبل عشر أهداف بس بالزبط أقوى خط تدفاع في الدوري فعايز أقولك إن الخمسة في نص الملعب تحوز على الكرة أول بأول الكرة التانية كذلك برضو بيبقى فيه تلاتة سبتين يا أحمد وراه عشان لو فيه يعني لو حصلوا كرة مرتدة سريعة بيبقى تلاتة سبتين وراه غير ما يبقى مثلا اللي اتنين مساكين مثلا وممكن يكون الديفندر اللي قدامهم مثلا بيغطي في جنب اللي جناب فبتبقى الحتة دي فاضية إنما التلاتة مغطيين المساحة كلها فاصة الملعب كان رومان تلميزاني النهاردة كان عنده هدوء عنده توزيع لعب برؤية ممتازة كان قطع للكرات بشكل جيد النهاردة كان أهم لعيب في استعادة الكرة التانية صحيح هو اللعيب الوحيد اللي بيعمل لك استحواز أحمد طعيم أحمد طعيمة دايما أهميته في استعادة السكن دبول أهم واحد في الملعب في الحتة دي أحمد طعيمة عارف ليه أحمد في الحتة دي زي ما قلنا برضو منكرر إنك لما بيبقى الاتنين الطرفين البكين بيلعبوا في نص الملعب بيريحوا برضو الديفندر بيبقى متفرغ ما بيتطرفش كتير على الجناب فبيبقى قدام اشتغل في المساحة صغيرة شوي ما بيروحش الآخر الملعب ويرجع لا ما بيبقاش يعني ستة ستة بقى اللي هو ناحية دفاعية بحتة دي بتريحه شوي إنه قدر يقطع الكرة ويلعبها ويقدر يوزع يعني يلعب كبلي ميكر كده بس على بسيط يعني بس كده كده النادي الأهلي عنده في وسط الملعب لعيبة في قطاع النشيين كويسة جدا يعني أنت بتتكلم في فارس خالد هدف دورة شمال أفريقيا بتتكلم في كباكة بتتكلم في يوسف ساد عبد الحفيس دول موليد 2005 وبيخش معه محمد طعيمة 2003 2003 وميدو نبيل وميدو أسامة صحيح فأنت عندك النادي الأهلي في قطاع النشيين عنده في وسط الملعب بصراحة لعبة هيلة ميدو أسامة وميدو نبيل أده مباراة كبيرة برضو النهار تحديدا ميدو نبيل ميدو نبيل لمسته لكورة حلوة أو بيعمل ربط تحديدا في الشرط الأول كان أحسن من الشرط التاني ميدو نبيل أنا عايز أقول لك حاجة حاجة مهمة أسامة احنا شوف بنتكلم على قطاع النشيين دلوقتي في النادي الأهلي عامل إزاي ده مش نتاج يوم وليل على فكرة ده ناتج لمجهود ده هدف كان في النادي والهدف ده فيه شك يعني إنه هدف صحيح كانت النتيجة الربعية وده كان في الشوص الأول ممكن نبقى نجيب فارع على حسابنا في النادي عايز أقول لك يعني النقطة مهمة جدا احنا بنتكلم بص على كام لعيف في النادي الأهلي في قطاعات النشيين القصة دي ما جاتش من فراغة يا جماعة وما جاتش من يوم وليلة الشغل في قطاعات النشيين بيجي من خلال فترة معينة وده مجود مجلس الدرق خلال فترة الفات لو تيجي فترة من فتراتها أوسامة من حوالي مثلا عشر سنين اتناشر سنة كنت بتبص على نشيين النادي الأهلي مفيش خالص كانش حد بيطلع في الدرق الأولى كانش في العدد الكبير بيطلع ممكن لعيب كل فين وفين إنما دلوقتي انت تعال بص على كم اللعيبة اللي أحمد بيقولهم اللي هم وعدين وبيلعبوا مع الدرق الأولى بيتمرنوا سواء حارس مرمة أو لعيبة بتتمرن مع الدرق الأولى فدي حاجة كويسة من حي طبعا عليها مجلس الإدارة ومن حي عليها قطاع الناشئين سواء وليد سليمان أو طبعا خالد بيبه قبل كده يعني عملوا الشغل كويس محمد شاوي بادر راجب طبعا بصراحة يعني أنا بحقيهم كلهم كابتن وليد سليمان كابتن محمد شاوي كابتن بادر راجب كلهم يستحقوا التحية تحس إن كابتن وليد سليمان والكابتن محمد شاوي اللي اتنين بيعملوا في صمت ليقين عن نادي الأهلي زبا ولاد النادي الأهلي عندهم شخصية النادي الأهلي تحس إن هم عاديين برا بيعملوا في صمت كده حدش بكلم كتير وهم حدش بكلم كتير وكمان في حاجة يعني ده ما هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي والأنديات التانية ولاده اللي هم لعبوا وتعبوا وحاسين بالتشارت وعارفين مكانة النادي الأهلي ده 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 الكوادر اللي بيعملها النادي الاهلي يعني لو جيبنا الصورة حتى تلاف اللي هي صورة كابتن محمد شاو وكابتن وليد سليمان وكابتن أحمد ناجي وكابتن أحمد ناجي طبعا في الحراسة يحساب له ان انت عندك أربح وحراس دلوقتي بيصعد فانت عكس الأندية التانية الأندية التانية بتجيب أصلا أبناء مش أبناءهم يشتغلوا مدربين فمش حاشين يعني ما عندهمش إحساس التشيرت معندهمش روح الفانيلا الخامرة الكابتن محمد شاو وليد سليمان اللي اتنين قاعدين تحس انهم بيدوا تعليمات بره من كتر خوفهم على الفرقة فحسوا سواء كابتن وليد سليمان سواء كابتن محمد شاو أنا عجبني أول حتة دي دول ولادي النادي دي يحسب للنادي الاهلي خد بالك على التركيز كمان اللي مركزينه صح على المبارات عكس بيرامتز بيرامتز حضرك لو قابلتش لو شفت مش هتلاقيهم ولادي النادي الاهلي ولادي ناجي الزماني عايزة روح لي الاتنين مهاجمين عبد الرحمن شريف وسامير محمد اللي احرز هدف سامير محمد هدف رأى تقييمك الاتنين مهاجمين يا كابتن حشيش عبد الرحمن شريف عمل مجهود كبير لم يوافق في احراز هدف لكن سامير محمد احرز كان الهدف الرابع مظبوط ده الرابع هدف كان هدف رأى واحرز هدف كويس وانا كنت قلتلك واحنا بنتفرق على المباراة انه عنده ميزة في تحركات بتاعته وبتحرك كويس قوي قوي واللعيب بالرأس الحربة وانت اوسامة طبعا كنت رأس حربة كبير لا الرأس الحربة اللي بيتحرك كتير ده بيتعب اي مدافعين وبيتعب اي مساج هو بتحرك كويس قوي والدليل على كده التحرك بتاعه لما استلم الاسيست من ميده في الكرة اللي هي الجن الرابع اللي جابه برضو عنده حتة الجرأة انه رايح وما خافش محطاش على طول رقص الحارس وحطها اللعيب كويس قوي وان شاء الله يعني يبقى من اللعيبة اللي تفيد الدرجة الاولى ان شاء الله طبعا تقولنا الخمس اهداف عشان نحل الهدف هدف ونشوف بقى ايه التحليل الفني والتحركات اللي هدف برضو بتيجي نتيجة شغل نهارده حتى كرات السابت النادي اللي نهارده بيحرز هدفين من كرات سابتة ده الهدف الاول يا كابتن حشيش يا دكتور سابي الهدف الاول احلى حاجة فيه التحرك بتاع اسلام عبد الله اللي احنا قلنا عليه التحرك كيرفي هاتها بقى في الاعادة نكمل ونجبها من الاعادة ببطء عشان الناس تعرف اهو بص وقف لا ارجع 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 بس كمان وقف من هنا بص هنا اسلام عبد الله باين للمدافع ان هو ايه قطع على القريبة وبعدين راح مموه بجسمه ده تحرك كيرفي يعني دايرة نص دايرة كده بص بص كمل بالرحة تحرك بالجنب بس الكيرفي رقم 3 اسلام عبد الله رقم 3 اللي على البعيدة بص المدافع كل ده بيتعاله ان هو هيطع على القريبة معهم لانه كلهم كمان اتحركوا على القريبة كلهم هو الوحيد فيهم اللي قطع على البعيدة وقطع على البعيدة كمان وجايب وشه ودي باين إن هي جملة متحفزة كابتن محمد غير بقى النقطة التانية الفنش ممكن واحد تجيله والعابة بدماءه غلط لا ده عاملها موجهة هو سهل على نفسه أحمد سهل إنه راح نروح للهدف التاني اللاعب أيضا إسلام عبدالله تزديدة تزديدة من بره صعبة الحرس المر طبعا صعبة جدا جدا كرة على الأرض ويدوبة جنب القائمة خبطت في القائمة مداخلة وده ملعبة كتير الرؤية صعبة هو عنده الميزة إنه بتتكلم على مساك وعنده قرار الشوت أو التصويب فدي حاجة كويسة طبعا فيه واخد بالك واخد طبعا الثقة بالهدف الأول الهدف الأول اللي جابه يعني الهدف الثالث الهدف الثالث برضو نفس الفكرة كلهم اتجمعوا وقطعوا على القريبة هو الوحيد فيهم اللي قطع على البعيدة ونفس اللي ماسكوا برضو ما أخذش فركم إيه نفس الهدف الأول نفس الهدف الأول بالزبط هو أخذها بس هو هنا التوجيه بقى إنه هو حطاه في البعيدة أكتر اللي سهل عليه كمان إنه لو جات بالبطيئة هو رجع خطوطين بظهره عالتالي بص محمد شاوي هنا هو بيقوله كل ما بتاخد البعيدة هات ملاحظة محمد شاوي هو هنا بيدي تعليقات بص محمد شاوي بقول التحرك لا ارجع تاني محمد شاوي ويده بقول لما بتيجي وتجي على البعيدة كل ما بتجيبها بتيجي من بعيد بتبقى الأمور أسهل هو نفس الهدف بص هي دي الدوران يتكلم الدكتور أحمد سابت بيكلم عليه من شوية لما بتلفه وتيجي على البعيدة ده روح ده تحس إنهما عندهم روح هو مش هو المدير الفني لكن هو قلبه على الفرع رفاصيل صغيرة مهمة التفاصيل دي مهم الروح ديت مش هتلاغر في الهدف الفني طيب بشوف الهدف الرابع برضه هو واحد من الأهداف الحلوة والجميلة فضاله يا كبات بص ميدو نبيل اللعبها وخد التو بص قبل أنا عجبني قوي إنه بص شاف قبل ما يلعب الكرة من لمسة واحدة واللمسة واحدة في دي هي دي جون لأنه هو ده اللي ضرب بها خط الدفاع قبل ما راس الحربة يبقى متسلل قبل ما سامير محمد يبقى متسلل هدف اللمسة الواحدة ده بالظبط كده هتلينك كده يا ذكروني الهدف تاني من بدايته ميدو نبيل واللمسة الواحدة من أول الدبل باس هنا ده إسلام عبدالله بص إسلام عبدالله هنا لمسة واحدة ميدو واحدة لمسة واحدة تانية بص حطها حلوة أوي والمهاجم اتحرك بشكل كويس أوي إنه برضو قدر إنه هو يكسر مسيط التسلل يعني هات بس التحرك بتاعه ويمكن احنا اتكلمنا على ميدو نبيل بص برضو على تحرك سامير محمد المهاجم إنه هو أخر نفسه عشان يكسر مسيط التسلل وقطع في المساحة اللي هي ما بين المساكل وهدف الخامس بقى هدف من الهدف الحلوة عبدالله زيدان اللي نزل بديل البديل نزل الشوط التاني وصنع هدف من الهدف الحلوة هنا النقطة اللي أنا وكابتن محمد كنا منتكلم فيها إنه هو لما بيلعب بثلاثة وراء الظاهرين لازم يزيدوا شوف محمد واقل هنا هو وصل لفين غير التمرير النموذجي أحسن واحد نزل في الشوط التاني عبدالله زيدان هو الوحيد بصراحة اللي تحس إنه عمل فرق محمود حمدي محمود حمدي فوتها والباكرايت لما الباكرايت يبقى موجود هنا في المكان زي دا في ديئة 92 في ديئة 92 جاي من آخر الدنيا وبعدين محمود حمدي له 78 في المهم الجندة التفويتة دي التفويتة دي ومحمد واقل يعني عين المدافع اللي وراه محمد واقل عمل مجهود كويس جدا طول المطش فربنا كان ليه المجهود وبالجندة الصراحة عندك واقوال تانية؟ لا كده زال فن نجم المباراة بصوا هم فيه اتنين بس طبعا لازم نديها للي مش هتتكرر كتير يعني طبعا لإسلام عبدالله لأنه ثلاث أهداف وراجل مساك وجايب يعني كرتين بدماغ وكورة شطة من برة فلازم أديله طبعا برغم أن مصطفى مخروف عمل ماتش كويس وصد كم صده كويسين قوي إنما أنا بقول إسلام عبدالله إسلام عبدالله من وجهة نظر الكابتن محمد حشيش رجل مباراة دكتور أحمد سابت حديها لكابتن أحمد عبدالظاهر لأنه أحيا الفرقتي تاني الفرقتي شكلها تغير بصراحة تحس إن عندهم روح المدير الفني يعني عندهم روح عمل شكل كويس جدا للفرقة كابتن أحمد عبدالظاهر لو على اللعيبة أسلام عبدالله طبعا لأنه مسجل هاتريك زي ما كابتن محمد قال أنا أحدّيها لكابتن أحمد عبدالظاهر كده دخلت في دور الموزيج لا لا أحدّيها لكابتن أحمد الزاهر الاتنين. لا انا عايز واحنا اشمع نانا. احنا عبدالله. اشمع نانا. كابتان احمد عبدالزهر. طيك. صراحة الاتنين قدوا ده رائع النهاردة. بنبارك ليه فريق. خلاص انا التاني بتاع احمد عبدالزهر يعني. مش معقولة الحبيبي يعني. كابتان احنا ظهر من المدربين. يعني صراحة الظاهرين كانت. الظاهرين محمد واقل. واحمد اشرف عملوا ماتش كويس جدا. زاهرين الجن بفارقوا كتير في الماتش ده. احمد اشرف ومحمد واقع. شرفتونا ونهارتونا يا كابتان حشيش. يعني معظمها. كانت كويسة النهاردة ورجالة وكسب ومكسب كويس. بس احنا بنقول على الحاجات بقى اللقطة يعني. اللي هو يستاهل ما نفزمت. هو اسلام يعني. شرفتونا ونهارتونا يا كابتان حشيش. ودايما بنستمتع بتاح لك الفان. شكر جدا. شكرا. دكتور سابت شرفتونا ونهارتونا ودايما متقلق كالعادة. الله الله يعني. مبروك الاول الخماسية. ودايما المتقلقين كده. ودايما نفقهماسيات ان شاء الله. ان شاء الله. بنبارك لفريق شباب النادي الاهلي على التقلق والابداع النهاردة. مباراة جميلة جدا. يعني قدر يتسيدها شباب النادي الاهلي على شباب بيرامز من ديئة الاولى لديئة تسعين. وانتهت المباراة بخماسية لشباب النادي الاهلي بنقولهم الف مبروك. بشكر ضيوف اللي تقلقوا النهاردة. واستمتعت بالتحيل الفني بتاعهم. كابت محمد حشيش والدكتور احمد سابت. ونشوف حضراتكو قريبا ان شاء الله. في استاد جديد من استاد الاشبال. بشكر حضراتكو شكرا جزيلا. وإلى اللقاء.